السلام عليكم ورحمة الله معكم عبادو جيدكم فيديو جديد عن سيمين ديدلي سينس غران دي كروس الخطايا السبع فيديو اليوم طبعا راح نحكي عن الشخصية الجديدة اللي راح تجي لعنه خلال ان شاء الله 3 يام اللي هو يوم الثلاثاء القادم اللي هو الفيستيفل الجديد آرثر الفوضى طبعا آرثر الفوضى اللي ما بيعرف هو راح يكون الاحتفالية السنوية الرابع اعتقد او رابع ونص من اللابة اللي هو اعتفاة الرابع على الجلوبال بقى اجت شخصية آرثر الفوضى طبعا راح نحكي عالبانر وشو الشخصية بتعمل وبصراحة الشخصية جبارة على ما راح تكون بقوة مليوداس بس راح تكون قوية لدرجة انه انت فيك تستخدمها بكل مكان وفيك تستخدمها فري البشر بس فيك ما فيك مثل مو اي لك انه لازم تستخدم فري البشر بس اكتر شي راح تكون قوية مع فري البشر بخلينا نشوف الشخصية شو بتعمل اول شي طبعا راح يكون هاي شخصية تانية اللي راح تكون الندرة تبعها فورا نيو آر ما راح يكون اس اس آر بعدين نيو آر يعني جمع مواردكم لانه هذا راح يكون كتير غالي لح تدروا تطوروه نفس فستفال مليوداس با خلينا اول شي نشوف هو طبعا بشري للاسف ما بيعمل شي للأنون نحنا كنا تمنينا انه يكون بشري وأنون مع بعض بس لا فقط للبشر با خلينا نشوف شو بيعمل فور اول شي على كل بشري موجود بالباتل يعني انه عمي قاتل موارا لا بالقدام راح تاخد خمسة بالمية بيسك ستاتس يعني اذا انت عم تلعب شغلة عادية اللي هو تلت شخصيات الدام راح تاخد خمسة عشر بالمية بيسك ستاتس اللي هو اتشفيك راح يزيد عشر بالمية ودفاعك راح يزيد عشر بالمية واتاكك راح يزيد عشرين بالمية اي بالنسبة للجزء الاول الجزء الثاني يعني كل ما انت تستقدم حركة او تحرك كروتك او تعمل رانكب ويرتفع ترتفع الأوربات تبعك يعني كل ما يزيد أورب من أورباتك عرفتوا كيف كل ما يزيد أورب من أورباتك ستاخدها هلا هو في حركة شو هي مو انت ازل جمع كرتين مع بعض بنعمل رانكب وبتاخد أورب هاي هي اللي ازل فيها بالرانكب مو ازل انه انه تحط قوثر وترفع كروتك لا لازم ينجمع الكروت مشان بتاخد أورب يعني اي طريقة فيك تاخد فيها أوربات راح تاخد الكول اوف كيوس تو ذيونه الكول اوف كيوس يعني انه ارثر راح ياخده مو كل الفريق لا فقط ارثر راح ياخده شو هي كول اوف كيوس كريتكال ديفنس عشرة بالمية زيادة وماكس اتش بي خمسة بالمية والماكس هو أربعة يعني فيك تول ازا عملتها اربعة اوربات يعني ازا جمعت اربعة اوربات راح تاخد كريتكال ديفنس زيادة اربعين بالمية وعشرين بالمية ماكس اتش بي راح يزيد اتش بي اك عشرين بالمية ازا عملتها بأول لفة مثلا انت استخدمت كرتين وجمعت كرت هيصار عندك اربعة اوربات عرفتو كيف راح ياخد كل هاي الزيادات فقط اخر وعند اتش بي خمسة بقيتك Bp لما يصير عندك اربعة بالدور اللي بعدو So remove all stacks of Call of Chaos and apply Chaos of Дomination to the Unit for Women Or Rose The que es haciendo 1.com Netachum HP 30% dependence 2000% و تشيل 2 من الديبافات ليس تشيل كل شيء او ديبافات لعبس بتشيل 2 من الديبافات استعملها على الوضع عندما يعمل على المترين يجعل اكسرا دماج 25% زيادة دماج 25% زيادة دماج اوه حلو يعني كمان بتعمل 25% من الماكس ايش بي تبع سوف نقول انت اتش بيك الماكس 200 ألف راح تعمل 25 بالمية من الميتين ألف اذا عملت مثلا يعني بحدود الـ 50 ألف راح تعمل دمج زيادة عرفتوا كيف يعني كل ما زاد اتش بيك كل ما راح تعمل دمج زيادة مو مثلا قديش باي باتش بيك لا الاتش بيك مثلا ان شاء الله انت تكون باي لك 1 بالمية اتش بي عادي همشي انت كم كان اتش بيك يعني الفول اتش بي تبع الشخصية نفسها قديش هو عرفتوا كيف يعني هذا مية بالمية راح يكون الجير تابعه اتش بي وكريد دامج او اتش بي وديفنس حسب اللي انت بدك يعني بس اتش بي لازم مية بالمية يكون جيرك اتش بي عرفتوا كيف هلا قينا نشوف في شغلة الثالثة المفروض وينها ولا بالالتي وينها اه انا ما قرأته كمان يعني كل ما يصير عندك اربع ارباط وتنشال هاي وترجع تلحط مرة تانية راح يعمل تونت انو انت لازم تضربه لارثر عرفتوا كيف التونت انو لازم تضربه لارثر ما فيك ما تضربه لارثر فهي شغلة جدا رائعة يعني انت ساعة اول شي اتش بيك راح يزيد بنسبة 30 بالمية وتاني شي كل ما زاد اتش بيك كل ما راح تعمل دامج اكتر وتالت شي انو انت راح يصير اللي ضدك يضطر يضرب ارثر ما يضرب واحد تاني بعد الشي جدا جدا رائع يعني البسف تابعه عبارة عن اول شي يزود البيسيك ستاس تابعه فريقه 5 بالمية ويزود لحاله اتش بي 30 بالمية او يبلش اصلا خمسة بالمية لتلاتين بالمية وغير هيك كمان كل ما زاد اتش بيه وكل ما راح يعمل دامج اكتر علي ضده لمدة ثلاثتين بهذا شي جدا جدا رائع البسف جبارة هلا الجزء الاخير بس هو اللي بيعمل دامج الباقي كله عبارة عن دي اتش بي وبيسيك ستاس للفريق والألو فخير نشوف حركاته اذا بتعمل دامج عالي ولا لا الحركة الاولى بتعمل فلاش دامج 200 بالمية لشخص واحد الفلاش دامج اللي هي بتزود الكريت شانس ضعف الكريت شانس وبتعمل ضعف الدامج اذا كان اللي ضدك عليه دي بافات يعني انت راح تعمل كريت شانس ضربة نيل وكل ما زاد كريت شانس راح تعمل كريت دامج ورح ينزاد يعني راح يصيب اذا ما تعمل 100 الف راح تعمل 200 الف اذا اللي ضدك عليه دي باف هذا الشي جدا جدا رائع الحركة السنجل تارجت جميلة بس مشكلتها الوحيدة انه مشان تاخد الماكس يعني مشان تاخد اكتر شي دامج ضد يعني شان تعمل اكتر شي دامج لازم لي ضدك عليه دي باف وبتعرفوا انه في كتير شغلات حاليا بتشيل الدي بافات من على الفريق بهاي الشي ممكن يعني يكون نقطة ضعيفة بحقه لو كانت اي شي تاني غير الدي باف كانت كل ما اللي راح تكون احسن واحسن واحسن بس وبمشي ما حنقول انه لا لا بتشوف الحركتي التاني بتعمل الفلد اللي ما بيعرفت حتى بتعمل الفلد هي كل ما كان HD باف يعني كل ما كان HD..... 4000 مو ناقص راح تعمل 80 بالمئة من دماج تبعاك يعني شكل واحد بالمئة من HDc الكامير راح تعمل صورفاسة تمامة ازا كنت انتẵية 100 بالمئة هيaría قلح تعمل 80 بالمئة دماجة زيادة والفلد صبعا اللي ما بيعرفت ماذاвонه كانت معدد trazديل بالدماج مرعب فهي شي كثير حلو موجودة وطبعا شو اي او اي يعني بتضرب الكلمة تضرب واحد مشانك بعملينا مية بمية بمية نفسها مية 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 معقول ولا في غلط هون اعتقد هاي غلط ان المفروض بسمية مية وعشرين مية وثمانين مثلا او ميتين هون نفسك نفسها مية وغيرها كمان بتعمل سيل of darkness لن تعرفش بتعمل سيل of darkness بتمنع اللي ضدك تمنع اللي ضدك انه يهيل بس مو الانفكت لا موا الانفكت ت Pakistan او داكب توقف و�ي لذلك او داكب. يعني هاي بصير مسل ما بقدر يهيل ما بقدر يعمل لاي في البسيل بس مو نفسها. وغير هيك كمان انه الاو اي دمج تبع لي ضدك. انه هذا دي بوف يعتبر الاوة تبع لي ضدك لما يصيل ضربك اذا ما نقدر يشيله راح يعمل دمج اقل ب 30 بالمية. صراحة جبارة هلا هي عتقل سي الله وضع نس عندنا ياها ملك الشياطين. مو مليوداس لأ ملك شاطين بذات نفسه الآن نأتي للألتيميت الألتيميت للأسف بتعتبر بيت وين كل ما زادت الألتيميت تبعك كل ما رح يصير أقوى باقينا نشوف شو هي apply power of chaos to all ally for three turns apply power of chaos power of chaos هي واحدة all stats يعني بتزود الألتيميت تبع 5% والدمج reduce damage taken from ultimate by 20% يعني أول شي بتزود الألتيميت تبع فريق 5% وغير هيك كمان بتقل للدمج لي بيعملوا الألتيميت تبع لي ضدك 20% عليك call of chaos هي هي لا all stats أيوة يعني إذا كان 6x رح يصير بدل ما يعطيك 5% رح يصير يعطيك 20% basic stats sorry all stats حتى يعني كل شي بستاتتك رح يزيد 5% إلى 20% حسب الألتيميت تبعك وغير هيك كمان inflict sever sever اللي هو تتضعف الكريت شانس كدميج 1500 لكل أشخاص وابلاي one call of chaos to self بيحط على حاله call of chaos يعني ما في داعي مثلا تحرك أرباطك لحتى تجيبه لا لحاله بيحط على حاله واحدة وزا كان 6x6 رح أول ما يعمل ultimate رح تشتغل call of chaos يعني هاي الحالة كمان شغلة قوية if you are participating in battle and are under the effect of chaos your damage dealt will be increased by 40% and damage taken reduce اووو إذا عملت ultimate وتكنت موجود بالفايت ممكن ما تكون موجود بالفايت إذا عملت ultimate if you are participating in battle and are under the effect of chaos your damage اوو اي شغلة مش عملت تعمل ultimate حتى تشغلها اي اذا انت موجود حسب ال ultimate تبعك رح تاخد هذا البف اللي هو 40% damage زيادة و30% damage أقل اي one six اذا كنت 6x6 رح تصير 50% هي damage reduction from ultimate 50% لكن هذه ثابتة اها لدي شغلة lifts ي Days لا تتغير سن Cheryl كلاتنا رح ناخبرها إذا كان 1 six او Shay six six بس ال propri رحي تغير اللي هو call of chaos all stats damage reduction from ultimate ستزيد علاقة شخصية بصراحة جبار بس بصراحة ما حسيته قوة مليوداس يعني فيك تقول هلا هو ممكن يعتبر الثاني أو الثالث حتى عرفتم من حسب القوة أنه نمبر وان مليوداس نمبر تو حسب فيه أشخاص بتقول اللي هو مثلا ممكن يكون لساتو ألتمت دوان ممكن يكون مائل ممكن يكون ملك الشياطين ممكن يكون شخصية بس راح يكون من الدوم وهل راح يكون ضعيف بالمستقبل وممكن يكون ممكن يصير كلمة له أقوى لأشوف بصراحة حاسس أنه بده يعني بده شغلة بسيطة ممكن إذا جابوا شخصية بشرية مساعدة لأله يصير جبار بصراحة عشان نكون معكم صريح حاسسه بده شيء ما عرف شوه حاسسه بده شيء بس ما عرف شوه يعني مليونرس لما نزل يعني خمسين بالمئة زيادة جبار عرفتوا كيف؟ هلا صاح بدك لفتين ثلاثة لح تتفعلها أو بدك مثلا على أقل لفتين لح تتفعلها بس لما تفعلها تيم وايب هذا شفته حتى مع كل شيء متفاعل ما عم يعمل تيم وايب بهي هاي هو بتعمل تيم وايب بهي عرفتوا كيف؟ قوي جبار بس في شي ناصه هلا هو تحسه كتير كتير ترا قريب من من مايل من ناحية أنه قوي وكل شيء بس حسه في ناصه شيء عرفتوا كيف؟ بس هلا اتش بيه رح يكون كتير وخاصة إذا اختبتوا مع بان إذا اختبتوا مع بان سيصير جبار اكتر 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 لأنه بان كمان بزود الهتش بيه ستاعته هتش بيه رح يزيد 30% وهناك رح يزيد 5% هلعاقل زائد 50% اذا كان هتش بيهة 150 هاي صورت 220 من غير ما تعمل شيء هاي بالنرمال بالبيب بلاليد إذا كان عليه قير ممكن يصل 350 اربعمية نعرفتوا كيف هي من غير اي شاكت تاني فهلا بنيجي للبانر تابع للأسف تمنيت يكون مايل موجود فيها بس للأسف مايل مو موجود فيها رح يكون فيها مالوجود ألتمت دوان بان بان كتير كتير مفيد رح يكون معاه بان نصيحة مني لا تزعلوا يطلع لكم بان لأنه بان رح يكون فيكم دولتين رح يكونوا من الشخصات الموجودة بالتيم تابعه ثم تضع اثنين ثانيات حسب انت شودك تكون فريقك فعرفتو كين بس الأفضل تخلي فريقك عبارة عن بشر زائد سابن ديت ليسنس مشان تفاعل هاي وشان تفاعل هاي يعني ممكن الشخصية الثالثة تكون تكون اللي هي مثلا ألتمت دوان تكون اسكنور الأخضر اللي هو الالار ممكن بس ممكن ما زهرت النون ممكن تضع هاي يوري ما بعرف بصراحة بس يوري بلا يوري والله جميلة لانه هيك ساعتها دفاع و اتش بي زادة عندك بالتفريق ساعتها كثير رح يصير صعب انك تموت بصراحة ممكن ممكن هاي بس ما بعتقد بس بصراحة البانر يعني مو كثير واو لو حطين مايل كل ما رح تصير اقوا اقواقعين لو مثلا حطين بدال هاي مايل كان كثير رح يصير قوي او مثلا بدال هاد حاجته هاد يحطوا مايل هاي هي البانر وهي هي الشخصية هلا شوفوا بصراحة هو شخصية جبارة بس يعني لا تسحبوا توفروا يعني يطلع لكم منه نسخة نسختين و زيادة او مثلا بكفي عرفتوا كيف حتى اتنين يعني المشكلة انه ازا سحبت لتنسخ و نسختين ما رح يفرق كثير بالكل افكي عوصلة الاول ستاتس رح يزيد تسعة بدال سبعة باي اشي جيد بس اعتقد فور سيكس رح يكون ممتاز فور سيكس حلو فور سيكس جبار فور سيكس كثير حلو بالتوفيق يارب كلاتكم تسوي فور سيكس او سيكس و رح يكون جميل و رح تستمتعوا فيه و ممكن كل ما له يصير له فرق اكتر و ساعته رح يصير كل ما له اقوى 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 بابس هون وصلنا الى الفتاة ونرجى تكون استمتعتم فيه استمتعتم لايك الفيديو و تشوفكم على القناة و تشوفكم على القناة و تشوفكم على خير الفيديوهات ثانية مع السلامة